دعا محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أصحاب الموالدات والميسورين إلى مد يد العون لأهلهم بالمحافظة لتخفيف ظروف حظر التجوال بسبب كورونا مبينا أن هذا الوضع الاستثنائي أدى إلى وقف الكثير من الأعمال التجارية الأمر الذي أثر سلبا في اقتصاد المواطنين وإمكانياتهم المادية ما يستوجب من الجميع التكاتف بمواجهة هذا الظرف الصعب وبالتالي عبور الجميع إلى بر الأمان ترجمة نانسي قنقر